بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم طلاب طلاب الصف الثالث الثانوي الأدبي الأزهري في فيديو جديد وعلى الإسلاميك سيليكشنز يونيت 7 عمر's adoption of Islam اعتناق عمر للإسلام تعالوا نبدأ أول حاجة بالفوكالوري عندنا كلمة unrivalled لا تضارع يلا مسيلة لها معيير فصاحة لامع ايدلز أسلام منوثيزم منوثيزم التوحيد greatest state أعظم دولة peerless لا يضاهى فز equality المساواة abusing يسوب أو يسي المعاملة influenced متأثر false ideas أفكار مزيفة immunized against محصن ضد abuse مكرره يسوب أو يسي المعاملة bitter enemy عدو لدود companions أصحاب criteria معهير defend يعني يدفع طيب نكمن founder يعني مؤسس greatest state أعظم دولة justice العدن piousness التقوى pure Islam الإسلام الخالص scripture كتاب المقدس second caliph الخليفة الثاني severe harm ضرر بالغ spleen غضب worship يعني يعبد نروح للصف الثاني trinuous مضنية rhetoric بلاغ pray to Allah تضرع إلى الله paradise orienting موجه للجنة there's so-called gods ما يسمى بعلياتهم wrong impression انطباع خاطئ greatest civilization أعظم حضارة sword يعني سيف pure islam اسلام خالص harm يعني ازى justice يعني العدل founder يعني واسسة second caliph الخليفة الثاني apostle رسول civilization حضارة concepts مفاهيم deep faith الإيمان العميق enmity العداوة gods الآلهة guidance الهداية والرشاد بيريس لا مسيلة له pray يصلي righteousness الاستقامة أو الورع seed prophet النبي الخاتم seek يطلب so called يعني ما يسمى عندنا بعد كده كلمة unrivaled يعني لا يوضاه و virtues يعني الفطائد تعالوا ننخش مع بعض الأفكار اللي جاية في unit 7 unit 7 in fact في الحقيقة Islam's success يعني نجاح الدين الإسلامي was fundamentally based on الله as well كان قائما على إرادة الله power وقدرته support وتأييده and guidance وهدايته بالإضافة إلى سبب نجاح الإسلام unrivaled the great and the strenuous efforts يعني الجهود المضنية والعظيمة التي لا مثيلة لها طبعا لمن للنبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى rhetoric بلاغة النبي eloquence فصاحة النبي honesty وصدق النبي truthfulness وأمانة النبي وصدق أيضا and the firmest belive وإيمانها الراسخ والإيمان الراسخ طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم عند أبو سر محمد بيس بأبو هامل and the great efforts طبعا سبب نجاح الإسلام أيضا الجهود العظيمة لمن of the companions of الله the prophet لصحابة النبي الجهود العظيمة لصحابة النبي who fought who fought with him رفت محمد من من بين هؤلاء الذين النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيس بأو هم هوب تمنى له أن يرشد إلى طريق الإسلام الصحيح والموجه إلى الجنة من هذا الشخص الذي تمنى له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدأ أو يحتضي إلى الطريق الصحيح كان عمر بن الخطاب طيب it was in those early days في تلك الأيام الأولى في تلك الأيام الأولى it was in those early days of Islam ذات عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب like many Arabs in Arabia worshipped the idols في تلك الأيام الأولى كان عمر بن الخطاب زي وزي كثير من العرب في شبع الجزيرة العربية worshipped the idols يعبدون الأصنام far away وكانوا بعيدين كل البعد طبعا عن المونوثيزم التوحيد the light of Allah نور الله the right path طريق الصحيح and the right to believe in Allah والإيمان الصحيح طبعا بالله الواحد the sea scripture والإيمان بآخر الكتب السماوية اللي هو القرآن الكريم and the belief in sea والإيمان بخاتم الأنبياء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم besides he was one who was a bitterest enemies وكان واحدا من ألد أعداء المسلمين who hosted enmity والذي كان يضمير العداء والهترد والحفظ والسبلين والأه والبغضاء for them so plentifully بمقدر كبير in his heart بغضاء يعني في قلبه that no muslim could imagine لدرجة إنه ما فيش مسلم في يوم الأيام تخيل that such a person أن هذا الشخص would later on فيما بعد in a few years وفي خلال سنين قليلة become the second caliph أن يصبح الخليفة الثاني the founder of the greatest state in history مش كده وبس ده مؤسس أكبر دولة في التاريخ the builder of the greatest civilization وباني أعظم حضارة ever known by humanity عرفتها البشرية and the possessor وصاحب of the greatest Islamic values صاحب أعظم قيم إسلامية بالإضافة إلى الفضائل والمفاهيم والمعايير الإسلامية وكذلك pure إسلام صاحب الإسلام الخالص والديب faith والإيمان العميق and peerless piousness and righteousness يعني تقوى وصلاح لا مسيلة له ومنقطع النظير تعالوا نشوف الأسئلة على سكشن السؤال الأول بيقول what was إسلام سكسيس فاندمينتالي بيزد يعني الحاجة لنجح بسببها الإسلام الإسلام نجح بسبب فلاس محاول رئيسية محور الأول إرادة الله زويل باور يعني قدرة الله سبورت وتأييد وطبعا جيدنس وهدايته بالإضافة إلى المحور الثاني وهو مجهودات النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة بلاغته لوكوانس فصاحته تروسفونس وصدقه وإيمانه الراسخ المحور الثالث الذي تسبب في نجاح الإسلام مجهودات الصحابة 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 النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني بيقول النبي محمد دعا إلى الله يترى به في بدايين في الظهور الإسلام هي طبعا الدعو التي طلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم تقايد عمر هي هداية عمر بن الخطاب تزري تباث إلى الطريق مستقيم رفم ثلاثة هون ديد بروفت محمد هون بي غايد تمنى لأو أن يعتدي إلى الدين الإسلامي طبعا عمر بن الخطاب السؤال الرابع العرب في أنكسير العربية كانوا بيعبدو غير أو سؤال بشكل ثاني ماذا كان يعبد عمر بالخطاب قبل اعتنق الإسلام إنه سؤال الفامس وهو سؤال خامس what was worshipping idols far away from يعني عبادة الإسلام كانت بعيد عن بالضبط أو بعيد عن التوحيد بعيد عن the light of الله نور الله بعيد عن the right belief والإيمان الصحيح بعيد عن زهول القرآن القرآن الكريم بعيد عن the life in الله the prophet والإيمان بنبي الله الخاتم صلى الله عليه why couldn't any Muslim imagine that عمر بن الخطاب would be the second Muslim كارف لماذا كانش في أي مسلم يستطيع ويتمكن ويبدو أن يتخيل أن عمر سيضبأ الخليفة الثانية المسلمين لماذا أو السؤال بشكل الثاني why was عمر 's adoption لأعتنا فعمر الإسلام كان بمسابة surprise مفاجأة الإجابة أولا إن عمر was one of the better enemies من أند أعداء الإسلام السبب الثاني إن عمر كان يضمر العداء والهيترد والكراهية والبغضاء للمسلمين السؤال السابع what couldn't any Muslim imagine about عمر الحاجة عندما كانش تسين أي مسلم بخصوص سيدنا عمر إن هذا الشخص such a person would later on فيما بعد في سنوات قليلة becomes a second كاليف سيصبح الخليفة الثاني the founder of the greatest state in history ومؤسس أعظم دولة في التاريج أنزا بلدر وباني أعظم حضرة السؤال رقم 8 بيقول why was عمر بالخطاب أجريت مان إيه سبب عظم عمر بالخطاب أو ممكن يسألك يقولك what do about عمر إيه تعرف عن عمر ممكن يقولك what achievements مع إنجازات التي حققها عمر السؤال الإجابة هي was second calif كان الثريف الثاني founder of the greatest state أعظم مؤسس أعظم دولة في التاريخ زبل در نفس الإجابات طبعا هناك أعظم حضارة عرفتها البشرية بالإضافة إن كان عنده قيم عظيمة وفضائل وفضائل ومفاهيم ومعايير وإسلام خالص وإيمان عميق مش كده وبس كان عنده تقوى واستقامة لا نظير لحمل قطعة النظر السؤال رقم تسعة what wrong impression did the unbelievers ما الانطباع الخاطئ the unbelievers have كان عندهم بخصوص النبي محمد أو السؤال ممكن يقولك لماذا الكفار كانوا يعارضون دعوة النبي محمد السبب طبعا أنهم زي ثوت اعتخذوا أن محمد تسبب في ضرر بالذ لقبيلة قريش طب ازاي بدعوته للمسواة والعدل وذلك طبعا بالإساثة لآلهتهم المزعومة أو ما يسمى بآلهتهم السؤال الرقم 10 why did the unbelievers think that محمد had caused severe harm لماذا الكفار يعتفد أن النبي محمد كان تسبب في أزى لقبيلة قريش لأنه طبعا دعا إلى المساواة وما مش عايزين التالي طبعا والعدل كما أنه يعني يعتبر سب آلهتهم وإن آخ واسها هي المعاملة إلى آجاتهم نكمل السؤال رقم 11 what will عمر the heart filled with before embracing islam بما امتلأ قلب سيدنا عمر قبل اعتناق الاسلام أو السؤال ممكن يقول لك وتوير عمر بن خطاب feeling تجاه النبي محمد صلى الله عليه و سلم قبل اعتناق الاسلام الإجابة أن عمر زهرت قلب كان was filled with hatred مريئا بالحق the anger والهضب ضد النبي محمد وامتلأ بالحفظ والغضب ضد النبي السبب من عواء وإنفليونس تأثر باي زرونج امبريشن بالالطباع هي بالالطباع الخاطئ and the false ideas والأفكار المزيفة of the unbelievers نتي أخذها من الكفار بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم طيب السؤال بعد كده what did عمر بن خطاب do out of his hatred to the prophet عمر ابن الخطاب عمل بسبب حق عن النبي he took his sword خد السيف بتاعه and went to seek the prophet وبحث وذهب بحثا عن النبي to kill him question number 14 why couldn't the unbelievers harm the prophet ليه الكفار لم يكون بمقدورين إزاء النبي أو ممكن يقول لك why couldn't عمر ابن الخطاب kill محمد لم يقدرش عمر يقت النبي محمد اللي ياب ببساطة أن بروفت محمد was immunized لأنه كان محصن من الذي يحصنه الله عز وجل question number 15 what did الله immunized the prophet against نفس السلام اللي يعتبر يعني ربنا عن والطريق المستقيم وكده نخلصنا الفيديو الأول وإلى الاطلاق ان شاء الله في اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة